اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان التعاون بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة بات اكثر تطورا وازدهارا في مختلف المجالات نعم وذلك في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه مؤكدا سموه ان مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة تسعيان دائما الى تأصيل هذا التعاون في مختلف المجالات بما فيها الجوانب الانسانية وتسخير الرياضة من اجل تحقيق اهداف انسانية كبيرة تحمل في طياتها اهدافا نبيلة على المجتمع في كل البلدين وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحاد الملكي الفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الامارات العربية المتحدة والرامية الى موصلة تحقيق التعاون البناء في مجال العمل الانساني وتأهيل الاطفال الذين يعانون من التوحد وقال سموه بلغ التعاون البحريني الاماراتي في مجال رعاية اطفال التوحد مرحلة التكامل والشراكة الاستراتيجية من خلال توقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي استمرارا للتعاون الوثيق بين الجانبين وننظر الى هذه الاتفاقية بعين من التفاؤل الكبير في تحقيق الاهداف الانسانية التي وجدت من اجلها في دعم وتأهيل الاطفال الذين يعانون من التوحد هذا وقع مذكرة التفاهم عبر الاتصال المرئي سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومن جانب مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الامين العام للمؤسسة بمتابعة عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الملكي والمؤسسة